وأخيراً وبشكل رسمي شفنا التصميم الفعلي والحقيقي لجهاز مايكروسوفت الجديد للجيل القادم الأكس بوكس سيريس اس طبعاً قبل لا نبدأ لا تلخبطون بينه وبين الأكس بوكس سيريس اس لأن مايكروسوفت ناوية نزل جهازين مختلفين للجيل القادم الأسود هو الأكس بوكس سيريس اس وهو الجهاز الرئيسي للجيل القادم والذي تسميه مايكروسوفت أقوى جهاز ألعاب بالعالم فإيش قصة هذا الجهاز الجديد الأبيض؟ هذا الجهاز اسمه إكس بوكس سيريس اس وهو الجهاز الثاني للجيل القادم من الشركة وهذه أول مرة بتاريخ مايكروسوفت تنزل جهازين مختلفين في إطلاق واحد الجهاز بيكون رقمي بالكامل يعني ما فيه منافذ للدسكات نهائياً وكل الألعاب لازم تتحمل رقمياً وعشان كذا الجهاز بيحتوي على سعة تخزين من نوع اس اس دي حجمها 512 جيجا بايت تصميم السيريس اس كان غريب لما شفناه ولوهله تحسه سماعة سبيكر وهو حسب كلام مايكروسوفت أصغر من السيريس اكس بحوالي 60% ويعتبر أصغر جهاز إكس بوكس صناعته مايكروسوفت الفتحة الدائرية الكبيرة كما يبدو أنها فتحة تهوية لكنها ماعطية الجهاز شكل مميز جداً لا أحد يحسب أن الجهاز فيه نفس مواصفات النسخة السوداء اللي اسمها السيريس اكس لا فيه اختلاف كبير بينهم وأول نقطة مهمة هو أن الجهاز بشغل ألعاب الجيل القادم لكن بأداء مختلف الألعاب عليه رح تعمل بدقة 1440p وبسرعة تصل إلى 120 إطار ويقدر الجهاز برفع من الدقة الألعاب عن طريق تقنية أب سكيلينج حتى يوصلها إلى دقة 4K أيضاً الجهاز رح يدعم بث خدمات الفيديو والوسائط بدقة 4K الحلو أن الجهاز بيدعم تقنيات الجيل الجديد مثل Variable Rate Shading وال Variable Refresh Rate واللي بتساعد الجهاز أنه يعطينا أداء أفضل بشكل عام واحد تقنيات الجيل الجديد اللي تم تأكيد دعمها أيضاً هي Ray Tracing هذه طبعاً غير وجود ذاكرة تخزين NVMe SSD بسعة 512 جيكا بايت وهذا بيساعد الجهاز أنه يشغل أكثر من لعبة بنفس الوقت وأيضاً فترات التحميل بتكون جداً قصيرة داخل الألعاب بالنسبة لكارت الجرافيكس مش مؤكد نوعه إلى الآن لكن يقال أنه بقوة 4 تيرافلوبس يعني بيكون أقل من الموجود في جهاز السيريس X الأساسي بفارق ملحوظ السؤال الأهم هو كم سعر هذا الجهاز؟ تم الإعلان رسمياً أن سعره بيكون 299 دولار وبالنسبة لسعرها الرسمي في السعودية الشامل الضريبة بيكون 1349 ريال الهدف من السيريس X أنه يكون خيار اقتصادي ويسمح للي ودهم يلعبون أحدث ألعاب الجيل الجديد أنهم يتمكنون من هالشي بسعر منطقي جداً في أخبار غير مؤكدة للآن تم تسريب سعر جهاز الأكسبوكس سيريس X الرئيسي لمايكروسوفت الجيل القادم ويكون 499 دولار يعني ما يقارب 1900 ريال تقريباً طبعاً كل الجهازين ينزلون رسمياً في نوفمبر القادم مع شعة قوية أن تاريخ الإستار الفعلي هو يوم 10 نوفمبر مايكروسوفت للآن ما أعلنت إيش هي الألعاب للإستار المخططة لإطلاق الجهاز لكن الأكيد أن الآن الكورة في ملعب سوني خصوصاً أنها لحد الآن ما أعلنت أي سعر أو موعد إستار إطلاقاً خليكم متابعينا في True Gaming بالاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة حسابنا في تويتر وبنخليكم دائماً في قلب الحدث بكل شيء يتعلق بالجيل الجديد من الألعاب كان معكم نوفم رغموش يطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة